اشتركوا في القناة لقانون الانتخابات لكن الخبر السعيد الوحيد الاسبوع ده هو ارتفاع تصنيف مصر ايتمانيا من اي سي سي لبي ثري وده بنظرة مستقرة وده شيء مهم جدا مش ان احنا ارتفعنا بس ان مهم ان احنا عكسنا الاتجاه بدل ما كنا في النازل بقالنا كم سنة ابتدينا نطلع تاني هنتكلم طبعا عن اهم منشتات الصحافة في الفقرة الاولى كالعادة مع استاذ خالد ابو بكر مدير تحرير جريد الشروق في الصحافة صباح الخير على كل السادة المشاهدين ونهاركو دايما سعيد وزي ما قال فادي كل سنة وكل المصريين كلهم بكل خير وسعادة اعياد مجيدة على كل المصريين وعياد شامل السيم كمان بتمنالكو نهار دايما سعيد زي ما قال فادي فقرات كتير متنوعة بدأ فادي فقرة الصحافة عندنا بعد كده مشاكل مشروع ابن بيتك كنت لسي بكلم مع فادي بقوله هو لسي غير في مشاكل مشروع ابن بيتك بيقول لي مشاكل كتير جدا ده اللي انا عرفه النهاردة من مهندس احمد عبد الكريم رئيس ائتلاف ابن بيتك ومهندس محمود حسن عضو ومؤسس في ائتلاف ابن بيتك وخلينا برضو نقول انه كان فيه ناس بتشتكي مبارح في الاعلام من المصريين اللي اشتروا اراضي واشتروها بالدولار ومشاكل باع مع وزارة الاسكان ولسه ما استلموش الاراضي او استلموها من غير مرافق ياريت ياريت الناس اللي يعني طالع عينها وشغالها برا مصر وبتدفع بالدولار ياريت الحكومة طرعيهم شوية هيكون ما كانت طبعا معنا فقرات تانية هيكون معنا فقرة تانية عن فريق حياتك حياتنا وهو بيهتم بالدور التربوي وتطوير العملية التعليمية هيكون مشرفنا اعضاء الفريق هيكون معنا مسؤول لجان فريق استاذ سعاد ابراهيم واستاذ الدشوية عبد الحميد مؤسس الفريق واستاذ جهاد عبد الغني مؤسس المؤتمر التربوي الثاني كل المصريين بهمهم موضوع تنشيط السياحة سواء كان روتاري غير روتاري موضوع تنشيط السياحة هام جدا وبالتحديد الفترة اللي انخفض فيها معدل الدخل من السياحة ولكن الفترة اللي فاتت حصلت انتعاشة علشان كده هنتكلم النهاردة مع فريق روتاركت مع الأستاذ أسماء العسكري والأستاذ مي الشافعي من فريق روتاركت وهنعرف ايه المجهودات اللي بزلوها لعودة السياحة مرة أخرى سواء سياحة داخلية أو سياحة خارجية وطبعا في إطار تماني النهارك سعيد للمواهب الشابة هيكون نهاردة معنا موهبة غنائية شابة وهو طالب سنوية عامة لكن تميز بصوته جميل وحصل على أول جمهورية في مسبقة الموسيقى بين المدارس في المحافظات هيكون مشرفنا النهاردة أحمد إبراهيم نسمع صوته ونعرف ايه آخر أخباره والدنيا أستاذ فين معنا بسرعة نروح لفقرة الصحافة مع فادي واستعراض لهم اشتات الصحف الصادرة صباح اليوم والأساس خالد أو بكر مودي التحريج جريد الشو خليكم معنا بسرعة وروح لفادي على طول فقرة الصحافة ترجمة نانسي قنقر